ومع انطلاقة العام الدراسي الجديد اتخذت الإدارات الأمنية المعنية بوزارة الداخلية إجراءاتها اللازمة لتأمين عودة آمنة للمدارس في مختلف مناطق مملكة البحرين مع انطلاقة العام الدراسي الجديد اليوم اتخذت الإدارات المعنية بوزارة الداخلية ومنها المديريات الأمنية والإدارة العامة للمرور وإدارة العمليات والإدارة العامة للدفاع المدني التي سجلت حضوراً متميزاً من خلال التواجد الأمني في محيط المدارس بمختلف المراحل التعليمية ورفع مستوى الوعي والحد من السلوكيات الخاطئة قامت الإدارة العامة للمرور بتكثيف المروري في جميع المحافظات الأربع بمحيط المدارس وطرقات الرئيسية في مملكة البحرين لتضمن انسيابية الحركة المرورية بمختلف الشوارع من خلال التعاون مع الجهات المعنية كوزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال لطبعاً تهيئة الممرات الخاصة بمحيط المدارس وتأمينها من خطوط المشاء والحواجز المهمة وطبعاً العديد من الأمور التي تم الاتفاق عليها مع الجهتين طبعاً نقوم بحملات توعوية على مدى العام الحملات على جميع المدارس دون استثناء طبعاً المدارس الخاصة والمدارس الحكومية بشكل عام نعلم أبناءنا الطلبة والهيئات التعليمية على استخدام طفايات الحريق الهدف منها التوعية توعية أبناءنا الطلبة دور العام الدفاع المدني حريصين جداً على تفعيل الشراكة المجتمعية وحماية الأرواح وممتلكات بالنسبة لدور مديرية شرطة المحافظة الجنوبية في تأمين العودة للمدارس حبيت توضح بأن المديرية ومع بداية العام الدراسي الجديد تعمل على وضع العديد من الخطط والبرامج والمبادرات من أجل العام الدراسي آمن لجميع المؤسسات التعليمية في نطاغ المحافظة عبر توزيع أفراد شرطة خدمة المجتمع بمحيط المدارس طوال العام الدراسي بالإضافة إلى تفعيل دور الشراكة المجتمعية عبر تكثيف الحملات والمحاضرات التوعوية والتثغيفية اليومية للطلبة وأولياء الأمور تأتي هذه الجهود الأمنية والاجتماعية من مختلف الإدارات المعنية بوزارة الداخلية تزامنا مع العودة للمدارس بتكثيف التواجد في محيط المدارس لضمان السلامة العامة للجميع